رحمة الله إذن اليوم مع قياس سعة التخزين الرقمي والأطوال والكتل والمساحات الجيد المساوى السادس إذن نبدأ بتصحيح تمرين رقم واحد ولكن قبل ذلك دائما حاولوا الإنجاز ثم تصحيح من خلال الفيديو دائما يستمعوا للشرح ثم أنجزوا لوحدكم من بعد صحوا إذن تمرين رقم واحد هذه خمس عتادات معلوماتية تستعمل لتخزين أو للتخزين الرقمي ألف أنقلوا الجدول وأكملوا ما الأهواء علما أن الواحدة الأساسية لقياس سعة التخزين الرقمي هي الأكتل بحيث يكون إذن هنا أولا العتادات المعلوماتية هي المواد التي نستعملها آآ أو الأدوات التي نستعملها في الإعلاميات العنفوماتيك يعني ذلك شيء اللي كتعلق بالحاسوب وغيره سيد دي اليوسبي كارت ميموار إلى آخره إذن لدينا الجدول لدينا القاعدة هي هذه ولكن عندما نستعملها القاعدة هذه قد نستعملها الجدول إذن الجدول الخاص بسعة التخزين الرقمي وهذا إذن نطبيق الحال نستعملها جيجا أوكتي ميجا أوكتي كيلو أوكتي والأوكتي وكل واحدة نقسمها الثلاث خانات لاحظوا كل واحدة الثلاث خانات ونستعملها الجدول لدينا الأطوال إلى غير ذلك إذن سؤال ألف إذن نحاول أن نتمم ملأ هذا الجدول إذن بنسبة A لاحظوا A هي هذه إذن ديسك ديور خمسمائة جيجا إذن نسجل خمسمائة إذن خمسمائة جيجا أوكتي بنسبة B هو هذا 4 جيجا أوكتي فاصلة 7 إذن بنسبة B 4.7 جيجا أوكتي بنسبة C سي سي ديران 700 ميجا أوكتي بنسبة D يوسبي 32 جيجا أوكتي وبنسبة E فهي 4 جيجا أوكتي الآن نحول إلى كيلو أوكتي إذن نستعمل الجدول أو نستعمل خارجة تدرك في ألف للمرور من جيجا أوكتي من جيجا أوكتي إلى ميجا أوكتي ندرك في ألف أو نستعمل الجدول يعني بحال بحال نفس الشيء إذن إذن لدينا 4 جيجا جيجا إذن دائما رقم الوحدات في الوحدات إذن نكتب 4 جيجا أوكتي هكذا نحول إلى كيلو أوكتي ثم نوضيف الأصفار يعني رقم الوحدات إذن ستة أصفار وبالتالي نكتب هنا أربعة ملايين ستة أصفار ثم اثنان وثلاثون جيجا نفس الشيء إذن رقم الوحدات في الوحدة يثنان وثلاثون جيجا ثم الأصفار إلى الكيلو أوكتي إذن إذن ثلاثون مليون هنا سبعمائة ميجا أوكتي إذن دائما رقم الوحدات في الوحدة يعني سفر الميجا إذن السفر هنا والسفر سبعمائة ميجا أوكتي ثم نوضيف الأصفار إلى الكيلو أوكتي إذن سبعمائة ألف ثم Chengdu هذا السفر هنا فاطلة الـ سبعة إذن نكتب أربعة لاحظوا أربعة جيجا فاطلة سبعة ثم نحول إلى الكيلو أوكتي إذن نوضيف الأصفار إذن تصبح أربعة ملايين والسبعمائة ألف اربعة ملايين وسبعمائة سبعمائة الف ثم هنا خمسمائة جيجا اوكتي اذا دائما رقم الوحدات في الوحدة اذا خمسمائة جيجا ثم نضيف الاصفار اذا خمسمائة مليون كيلو اوكتي خمسمائة مليون جيد الان اكمل ترتيب قياسات ساعات التخزين الرقمي لهذه الاعتادات اذا ترتيب تناقصي ديك وصان 500 جيجا اذا اذا خمسمائة جيجا اوكتي بالحال هي الاقبر اذا لدينا هنا نفس الوحدة كيلو اوكتي اذا خمسمائة مليون هي الاكبر ثم هنا نلاحظوا اربعة ملايين هنا اثنان وثلاثون مليون هنا اربعة ملايين اذا التاني هو هذا يعني اثنان وثلاثون جيجا اوكتي ثم اثنان وثلاثون مليون تليها اربعة ملايين يعني اربعة فاصلة سبعة جيجا اوكتي ثم بقية سبعمائة الف و اربعة ملايين اذا اربعة جيجا اوكتي واخيرا سبعمائة ميجا اوكتي تليها اثنان اختار قياسة المناسبة للبعدية المستطيل A-B-C-T كيف احسب محيطه اذا من طبيعة الحال لاحظونا خمسة وعشرون سنتيمتر وسبعة مليمتر هنا سبعة سنتيمتر واربعة وعشرون مليمتر اذا يظهر ان سبعة مليمتر صغيرة جدا واذا تأكدنا بواسطة المستارة اذا لاحظو تقريبا عشرون واحد وعشرون تقريبا اثنان اثنان وعشرون مليمتر يعني هذه هي الاقرب هذا هو الجواب الاقرب اذا الجواب الاقرب هو A-B-7 سنتيمتر واربعة وعشرون مليمتر اذا الجواب الاقرب هو A-B-7 سنتيمتر و A-B-7 أرى وعشرون مليمتر جيد الآن احصو محيطة يعني طول زائد العرض ضرب اثنان لأن الطول لدينا مرتان والعرض مرتان اذا طول زائد العرض ضرب اثنان بمعنى 7 سنتيمتر زائد العرض هو اذا لا بدنا تكون نفس الوحدة اذا نحول 2 سنتيمتر فاصيلة اربعة طب اتحب استعمال جدول ضرب اثنان اذا هنا 7 زائد 2 9.4 ضرب اثنان ثم عمليات الضرب اثنان ضرب اربعة تمانية واثنان ضرب تتعة تمانية رقم ثلاثة عشر سنتيمتر ثم التمرين الرقم ثلاثة اذا استخدم شخصا الصنجات الجانبه في قطوة ميزان روبيرفال يعني دول كفاتين هو روبيرفال لتحديد كتل ثلاثة انواع من الفواكه مش مش تفاح اجاس فوازن كفتي الميزان بهذه الصنجات هذو هما الصنجات او العيارات كميل اذا اربع صنجات المش مش يعني الاجاس استعمل اربعة من هذو اربعة للصنجات فحصل على الكتل الاتية هذي وهذي وهذي وحدد قياس كتلة كل فاكهة اذا اذا اخذنا ثلاثة مئة وثمانية وثمانون نفككها هي مثلا مئتان زائد مئة يعني نستعمل غير هذه العيارات لكينين فقط اذا متى هي مئتان زائد مئة هي ثلاثمئة زائد خمسون هي ثلاثمئة خمسون زائد عشرون هي ثلاثمئة وسبعون زائد عشر هي ثلاثمئة وثمانون زائد خمسة هي ثلاثمئة وثمانون زائد اثنان زائد واحد وهكذا نحسب عدد الصنجات فانا اعرف قتلة الفاكهة اذا بنسبة لكتلة الاجاس إذن فككنا العدد 820 82 ديكا جرام هي 820 جرام نحول إلى القرام هي هذه ثم فككناها فوجدنا 500 و 200 و 120 بمعنى 4 صنجات وبالتالي فهي خاصة للإجافس بالنسبة للتفاح فككنا 685 جرام وهي 0.685 فوجدنا 1 2 3 4 5 6 6 صنجات بمعنى هي خاصة بالتفاح ثم قمنا بتفكيك 388 فوجدنا 8 صنجات وبالتالي هي خاصة بالمشمش إذن هذه هي الصنجات المستعملة في المشمش ثم التمرين الرقم 4 إذن الأشكال مرسومة على ورقة مليمترية هذه ألف أنقلها وأكتب مكان نقاط الوحدة المناسبة لمساحة كل سطح إذن ألاحظ هنا مربع و 1 سنتيمتر مربع إذن لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بمعنى 9 سنتيمتر مربع 9 سنتيمتر مربع إذن نكتب بنسبة لي بي لدينا 1 2 3 4 5 6 و نسم مع نصف هي 7 1 2 3 4 5 6 هذا النسم مع نصف هي 7 و 1 هي 7 بمعنى 7 سنتيمتر مربع مربع أو إذا قمنا بحساب المربعات الصغيرة لأن كل المربع صغير هو 1 مليمتر مربع إذن هذه فعه مئة و 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 هذا هو 100 بمعنى 7 في مئة يسبع مئة مليمتر مربع لأن كل المربع صغير مليمتر مربع إذن 700 مليمتر مربع إذا قمنا بتحويلها لتصبح 0.12 بمعنى 10 سنتيمتر مربع إذا قمنا بتحويلها لتصبح 0.12 بمعنى 10 سنتيمتر مربع ثم أرتبها من الأكبر إلى الأصغر إذا كل واحدة نعبر عليها في سنتيمتر مربع إذا هذه أصلا سنتيمتر مربع هذه إذا قمنا بتحويل في الجدول إذا نضع هذا في المليمتر مربع وهذا في المليمتر مربع لماذا؟ لأن كل خانة وكل واحدة نقسمها إلى إثنان لأن نطبيقها باستعمال الجدول إذا هذا هو الجدول الخاص بالمساحات إذا السفر في المليمتر مربع يعني هنا ثم السفر الآخر ثم السبعة إذا كم من سنتيمتر مربع؟ سبعة سنتيمتر مربع إذا هذا سبعة سنتيمتر مربع ثم هنا رقم الوحدات في الوحدة السفر في الدسيمتر مربع بمعنى دسيمتر مربع وهذا السفر فاصلة إثنى عشر إذا نحوله إلى السنتيمتر مربع إذا فإثنى عشر السنتيمتر مربع أو بالطريقة ثانية نقوم بحساب المربعات فقط هنا إثنى عشر سنتيمتر مربع هنا سبعة و هنا تسعة إذا أرتبوها من الأكبر إلى الأصغر إذا الأكبر طب الحال هي إثنى عشر سنتيمتر مربع ثم تسعة سنتيمتر مربع ثم سبعة سنتيمتر مربع بمعنى س أكبر من أ أكبر من ب إذا إلى هنا أنهينا تمرين الصفحة تمانية عشر أتمنى أن تكونوا قد سببتم والسلام عليكم رحمة الله ترجمة نانسي قنقر